السلام عليكم الغزالات اتمنى ان الفيديو اليوم يلقاكم في احوال جيدة ان شاء الله ويلقاكم بيا اخي وعلا اخي بالنسبة للوصفة اليوم اللي بناتة غزالة عد تكلوها وعد تستمتعوا بيها وبمكونات ليهما بساطين بزاف وما دخما نعود لكمش عليها اللي بناتة كتجيل ديدة بزاف وكتجيل شيشة وبمكونات ليهما بساطين كلهم توفين عنا في البيت ان شاء الله يلعجبكم فيديو ديال اليوم ومعجبكم محتوى ديالو من طبيعة الحال ما تنسونيش من لايكات وتشاكوا في القناة وتفعلوا الجهاز باش هكا دي ما توصلوا بالجديد وبنسبة للناس الجداد ما تنسوش حتى انتم ما تخليوا لي التعليق ديالكم لان التعليقات ديالكم كي يزيدون القدام وكي يزيدون نجيبوني لكم الجديد يلا بقوا معي نكتشفوا المكونات وطيقة تحضير بإذن الله كما قلت لكم ضغطوا على الجهاز البنات اول حاجة كي تضغطوا على الجهاز وكتشراكوا في القناة وكتدعموني بلايك باش يطلع لي الفيديو باش نحطيكم فيديو جديد كلها ان شاء الله نحطيكم فيديو جديد يلكن كي يكون تفاعل بنسبة المكونات كما قتلاحظوا معايا مكونات نحتاجوا نصف كاس من السكة وحبيبات كاس من الكوك كاس من الحليب نصف كاس من الزيت كاس ونصف من السميدة قد يالحاشا كما قتلاحظوا معايا ديك باش كنقضوا قبيصة ديال الملحة نحتاجوا بيضة نحتاجوا صشي من الفاني صشي من الخميات الحلوية هذه هما المكونات كما قلت لكم مكونات اللي بساطين ومتوجين عندنا في البيت فاول حاجة كنناخده كننضيفه فيه بيضة كنضيفه نصف كاس من السكة والحبيبات بالنسبة للبنات السكة كي يبقى على حساب الدوق ممكن انكم نضيفه كاس لعوبة لكن انا فضلت انني نضيف نصف كاس فقط كافي في الحلوة ديالو ضفت بيضة ضفت نصف كاس من السكة وحبيبات قبيصة ديال الملحة وصشي ديال الباني هدو مكونات اللي ضفت كنطابوه جيدا حتى نتأكدو بلي ان الحبيبات ديال السكة دابولينا وكنضيفه نصف كاس ديال زيت وكنضيفه كاس عامة مملؤ جيدا من الحليب متو ما كتلاحظوا معايا كنطابوه تاني ما عباشي نسجمو لي المكونات مع بعضهم من بعد ما نسجمو لي المكونات كما كتلاحظوا معايا كان نفس الكاس اللي عبانا به كان عبوه بي كاس ونصف من السمي داقيقة وكان عبوه بي كاس ديال كوك وصص الشي من الخميرات الحلويات من وزن ثمانية قام هذه هم المكونات اللي عنا نحتاجوهم كان نخلطوهم بالنسبة للخالط كما كتلاحظوا معايا الخالط حفوان كي يجينا منسجن بحالة الشكل واخر يجيكم قاسحة كل الناس كان يجيه شيشة بزاف وكان يجيه لديدة في اول حاجة كان ناخدو المول وكان ندهنو بشوية ديال زبدة وكان نشو بسميدة او بشوية ديالكو كان نشيتو هنا بشوية ديال سميدة كان حاول انني نبسط هاد الحاشقول لابش ديال القيطة كما كتلاحظوا معايا في الأولى البنات عملت معي لقاها كوة لكن من بعد استعملت يدي بسطة كلها بيدي باش تجينا ساهلة كلها بسطة فلأتنا كنشعلون الفان كي يكون مسخر من قبل وكننقصوا عليه بالنسبة للعافية كتكون بحال الكيكة بحال اي كيكة كنطيبوها كتكون متوسطة البنات ولا مهيلة بزاف كندخلوها الفان حتى الطابلينة من بعد ما طابلت لنا كما كتلاحظوا معايا لابش ديالها كي يجي رائع البنات كتجي محمى كلها من التحت ولا من الجوانب وما كتلصق لنهاش نهائيا لسا عملتوها الطيقة اللي قدت لكم انكم تدهنوا المول ديالكم بزبدو شوية شوب سميدة من بعد ما طيبتها البنات انتم ما كتلاحظوا معايا خليتها حتى بدت تماما وانت اكدوا بلي ان الحشار ديالنا بادت وكنقسموها على النصف وكنعودو نقسموها على النصف المخالف ديالو وكل جوز في الافدل اتنا البنات من بعد ما قسمتها على بعض الاجزاء كل جوز كنقسموه على جوج من نسبة ليكم انتم ما ممكن تقسموها اكتر من هذه الاجزاء الى بعضوة صغرهم انا كباتهم باش يبالي من ضاد يالهم مزوين انتم ما كتلاحظوا معايا كلها طف كنقسموه على جوج من بعد ما قسمت الحشار ديالي كلها على بعض كنعود كنقسم كلها جوز كنقسموه على جوج كتخرج لنا ثمانياد القطع ديال الحشار كما كتلاحظوا معايا فهدل اتنا كنخليوه جانبا بهتشكل البنات وكنشو كنخلطوه كندوبوه شوية ديال الشوكولات في حمام مائي كندوبوه وابقوا لنا شي قطع ديال الشوكولات ونحيدوه من فوق حمام مائي وكننخلطوه واحد شوية باش يجينا ديال الشوكولات يجي عقد شوية ما يجيناش سائل بزاف فهدل اتنا من بعد ما ديال الشوكولات كان بقوا نخشيوه درقوس كان نخشيو الاتجاه الاول وكانخشيو الاتجاه المعاكس دياله البنات باش يعطينا هاتششكل انتم ما كتلاحظو معايا الشكل سهل وطائقة ديالها سهل بزاف كنحطوها فكننخدو بلاتو او شيئينها اكو او فوق سطح العمل وكننخشو فيها فوق ديال الطبق او بلاستيك غدائي بحالة الشكل وكان بقوا نحطوه باش نجتنبو انا الحاشط اللي تسقلينا ذاك الشوكولات انتم ما كتلاحظو معايا كان اغتصال الاتجاه الاول وكان اغتصال الاتجاه التاني بنفس طريقة كان نختلفوه خصوصكم دوري انكم تعملو هكو الشوكولات في شي بشي سوبيا هكو او شيئين عندكم انتم غاق باش يجي يعطينا المنضازوي انا نبقى مصطماركة حتى انسالي الحاشة اللي عندي كل هالبنات ان شاء الله كنتمنى من كل قلبي انكم البنات شعبوها وعدقوها وعدتصغنو نهائيا على جميع الحاشات وجميع الكيكات اللي عندكم وعدتبقوا ديما معتمدين على هالحاشة لانها تجيل ديدة تجيل ديدة تجيل ديدة تجيل ديما وبنسبة الشوكولات لاننا نضفنا فيها نصف كاس ديال السوكا وشوكولات كيزيد لنا نسبة ديال حلاوة كما قلت لكم ما ممكن انكم تزيدوا ضيفوا كاس اللي وبدي الشوكا عفوان انا ضفت نصف كاس لاننا نزلتنا الحلاوة هكو من الجواني اللي هو الشوكولات صافية البنات كما كتلاحظوا معايا نرقى مصطمارها هكا تنسالي هاد الكيمياء كل هالي عندي ديال الحاشة ونخليهم فوق سطح العمل حتى يبدو جيدا لخصنات داوية لاننا نخليهم حتى يبدو او ندخلهم لتلاجة نخليهم حتى يبدو لنا داوية الشوكولات وندوزوا باش نشوفوا الشكل نهاي ديالهم الشكل نهاي ديال حيشة ديالنا بعد ما زينناهما البنات وخليتهم حتى نشوفوا انا دخلتهم لتلاجة خليتهم واحد شوية حتى نشوفوا ضغياء كي نشوفوا كما نقول لكم شو عليهم البنات اخصصكم ضعوي انكم تجابوهم باش تيقوني وتشوفوا الوصفة اللي كان نعطيكم و الوصفة اللي كان منشاك لدينا البنات بزاف كما كيعجبوني ان شاء الله يعجبوكم ما كنحط لكم الشيحة اللي ما مجاوبهاش هالبنات الوصفات كلهم اللي كان حط لكم كلهم جاوبين كلهم ضمونين وكلهم ان شاء الله يصدقوا لكم ما كينا الشيحة اللي جاوبتوها لها تجاوبوها من عندي ومعا تصدق لكمش هذا هو الشكل ديالهم كي مرة كتشوفو كي يجي وموت لا تساكل كي يجي وعوع وبنسبة الداخل كتجي معلك وكتجي خفيفة بزاف وهذا الشكلات كي يعطيها من ضع شكل جديد وتقديم جديد باشا ما نتقوش ديما في نفس الاشياء اللي احنا ديما كان نعملوهم ما نتقوش ديما في نفس اللي حطوا الحاجة هكوة نقدموها لوليدتنا او للطيوب هكوة مجموعة هكوة طريقة كتجائحة وكتستحق تجريبها ويلا عجبكم في فيديو ديال يوم وعجبكم محتوى دياله ومن طبيعة الحال ما تنسونيش هالبناس من الدعوة ديالكم ما هي اول حاجة وتنسونيش من الكومنتين وتشتاكوا في القناة وتفعلوا الجهاز وتدعمونا بلايك باشا كديما في فيديو ديالي ووصلون نزليكم في فيديو بسلام عليكم اشتركوا في القناة